تعتبر الجبنة المتزريلا من أنواع الجبن المفضلة لدى كثير من الأشخاص وذلك للاحتوائها على نسبة منخفضة من السعرات الحراريات وغنيات بالعناصر الغذائية الأساسية إضافة إلى أنها تدخل في عديد من الوصفات والأكلات ما يمنحك مذاق رذيذ لذا نذكر لكم الأسباب التي تجعل الجبنة الموزريلا إضافة ممتازة لنظامك الغذائي وفق لما أوضح موقع ستيلكريز ما هي فوائد إضافة الجبنة الموزريلا إلي الأكل واحد مصدر للبيوتين مصدر جيد للبيوتين ويسمى أيضا فيتامين بسبعة نظرا لأن هذه المغذيات قابلة لذا وبانا في الماء فإن الجسم لا يخزينها وبالتالي فإن استهلاكها يربي احتياجاتك الغذائية إذ يمنع تقصف الأظافر ويخفض أيضا مستويات السكر في الدم لدى مرضى سكري إثنان محاربة الأمراض كونها غنيات بفيتامين بأثنان أو الريب وفلافين الذي يساعد الجسم على محاربة الأمراض ونوبات الصداع النصف وفق الدم كما أثبتت خصائصه المضادة للأكسدة ثلاثة السيطرة على الكوليسترول الضار تحتوي أيضا على فيتامين بالثلاثة أو النياسين والذي يلعب دورا حوريا في تحويل الدهون إلى طاقة مناسبة في جسم الإنسان إلى جنيب ذلك يساعد في السيطرة على الكوليسترول ويمنع ظهور أمراض مثل مرض السكري وتهاب المفاصل أربع غنيات بالفيتامينات التي تذوب في الدهون تحتوي جبنة الموازر لن أيضا على فيتامينات مهمة تذوب في الدهون مثل دي وإيوي وهذه الفيتامينات ضروريات لامتصاص الكالسيوم ولحماية العظام ولحماية غشاء الخالية خمسة قوية العظام توفر كمية عالية من الكالسيوم وهو معد رئيسي مطلوب لصحة أفضل للعظام ولحماية من الأسنان إلى جنيب ذلك يلعب دورا في حماية عضلات القلب والتقليل من خطر الإصابة بسرطان القولون ستا مصدر جيد للفوسفور بفضل احتواؤها على كمية مناسبة من الفوسفور ما يساعد جسم الإنسان على امتصاص الكالسيوم من الأطعمة وتسهيل عملية الهضم والأداء السليمة للكلة إضافة إلى محاربة إجهاد العضلات سبعة مصدر البروتين من أفضل فوائدها أنها مصدر جيد للبروتين لذا إن تناولها يبقيك نشيطا ويعزز قوة العضلات لديك ثمانية خفض الضغط الدم البوتاسيوم معد رئيسي آخر موجود في هذا الجبن إذ يساهم في محاربة الآثار الضارة الناجمة عن اشتهلاك الصوديوم وخفض الضغط الدم تسع إنقاص الوزن يلعب الكالسيوم الموجود في هذا الجبن على الشعور بالأمتلاء وشبع لؤتور فترة ممكنة ما يعزز إنقاص الوزن بصورة مالحو